بام مساء الهنا السعادة الحب التشاؤل عليك يا حبيبتي عليك يا أمي عليك يا بنتي عليك يا صاحبتي مساء العسل عليكم جميعا كان عادة وحشتوني جدا من الأسبوع اللي فات الأسبوع اللي فات ده كان من أكتر الأسبوع اللي احنا كنا مركزين معاكوا فيها جدا بنشوف طلباتكم إيه من خلال الرسائل أو تعليقاتكم أو طلباتكم اللي بيكون موجودة على صفحة هي وبس حتى أنا كمان الصفحات الشخصية بتاعتي كنت مركزة كتا في الحاجات المهمة اللي انتوا عايزينها فبالتالي إن شاء الله بإذن الله الأسبوع ده الأسبوع اللي جاي والأسبوع اللي بعد دي هيكون مليء بالفقرات اللي انتوا المفروض أعددتوها أو انتوا اشتركتوا في أعدادها قبل ما هنتكلم عن إيه اللي حيحصل النهاردة فيه لوم مش لوم عتاب فيه عتاب عليكي عتاب عليكي ممكن أقول إن هو عتاب شخصي وممكن أقول إن هو عتاب جماهيلي يعني إيه كل أنا بقوله ده يعني إيه عتاب عليكي عتاب عليكي كأم إنتي بتربي سيسيد إنتي بتطلعي سيسيد جوه كل بيت بيكبر يطلع اللي هو اتعلمه وتربع عليه وتعود عليه عفوا في الكلمة على جتة الست اللي معاه أمي يا حبيبتي اعملي لأخوكي الغد إيه يا كوتو كوتو عايز تفتر إيه يا حبيبي أختك وتلاقي إيه الولد قد كده والبنت قد كده يعني حاجة غريبة جداً حبيبي أختك حبيبي حتعملك الفطار ما تتأخريش عشان أخوكي لو عارف حيدرابك قوم اضرابها وربيها كنت بتكلمي مع مين وانتي يوقف في الشارع أخوكي لما هيرجع حيطين عشتك وهكذا 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 وسحات كتير قوي بتحصل إنه الأخت بتبقى أخت أو السن الكبير والولد بيبقى السن صغير أو العكس مش فرقة كتير لكن أنت بتخلي البنت تقوم تخسل الموعين تخسلك الموعين ها بنتك وتخسل ابنها ابنك عفوا والعيلة كلها ومفيش موضوع والولد قاعد بيبص في ده أفرق بيكلم في التريفون مع بنت واحدة تانية بنت ناس ها تمام قوم اضرابها أنا جاني جاني الأسبوع اللي فات حوالي 3-4 قصص الأخ بيضرب أخته وبابا وماما عارفين وموافقين ومبسوطين جداً جداً بيربي أخته ليه حبيبي هو أخوها هو اللي ولدها هو أخوها هو اللي جابها الدنيا زي وزيها بالزبط فأنتي حضرتك اللي بتربي سي السيد في البيت اللي بيكبر يتجوز ما هو الدنيا دا إنتوا دا إنا يتجوز بنتك طبعاً مش أخوة بيجوز أخت لكن إنتي بتربي واحد غيرك بيربي واحد فبيحصل إيه؟ الأستاذة أو المدام اللي ربت سي السيد في البيت بيحصل إيه؟ بيتجوز بنتك فبيتفحها كوتا وما بيشاركهاش في أعمال البيت وبيشوفها دايماً ست مؤثرة بيزع يشخط يضرب وها مش من حقها تفتح بقاب ولا كلمة ليه؟ عشان دا أخوكي الراجل الرجل مش كده على فكرة فيه رجالة بتقوم تخسن مواعين عادي وبتقوم تنظف البيت عادي الرسول عليه قد صلواته السلام كان يقم البيت يقم البيت يعني كان بينظف البيت يخيط حزاؤه يخيط عفواً في الكلمة جزمته وسيدنا النبي عليه قد صلواته السلام فالراجل يخسل مواعين عادي والراجل ينظف البيت عادي والراجل يشيل سلة القمامة يخرجها عادي ويقف ينشر عادي ما تربوش سي السيد عشان حيطلع على جتة بناتكو بعد كده زي ما طلع على جتة الجيل اللي احنا فيه ده دلوقتي تمام؟ وحسوني بقى وقصوا بقى ما عليش هتبص بعدين اللي متاع جماعة كنت أنا بس كنت بقربة فيه كلمتين كده حلوين اعتقد ان الكلمتين دول حييجوا على يعني كيف كيف بنات وستات كتير قوي اسمها اتعلمت اتعلمت ان فيه ناس معرفتها كنوز وناس تانية خسارتها مكسب اتعلمت ان الغائب عمدا نسيانه واجب واتعلمت لما تديك اكتر من فرصة مش معناه اني مستنياك تتغير ده معناه ان انا مش قادرة سيبك وامشي دلوقتي اتعلمت ان كل شخص ليه بديل كل شخص ليه بديل مع عدل الاب والام اتعلمت ان الجبن مش سيد الاخلاق ده طلع اسواقهم اتعلمت انك حتتحب في الوقت اللي انت مش هايز فيه الحب اتعلمت ان اللي خزلك مرة هيخزلك الف مرة احنا بس اللي ما بنتعلمش اتعلمت ان الدعاء يغير القدر لكن الالحاح في الدعاء بيحقق المعجزات اتعلمت ان اللي تكسر ما بيتصلحش اللي تكسر بيترمي علشان مهما حصل عمره ما هيرجع تاني زي الاول اتعلمت الكلمتين دول انا اللي كتباهم يعني مفوضة احنا كل مرة بمسكين كاردر اقول فلان الفلان اللي كتباهم الكلمتين دول انا اللي كتباهم او كنت بكتبهم على اجزاء بكل جزء بس اعتقد ان كل واحدة فينا طلعت من الحياة اتعلمت كده وتعلمت اكتر من كده كمان مهم ان انتي وانتي بتتعلمي من اخطائك من غلطك ان يبقى عندك حاجة اسمها خبرة وانا طالع من التجربة ما اتقرر هاش تاني للأسف الشديد اللي بيخلينا نتوجع اكتر من مرة هو ان احنا ما منتعلمش من اخطائنا خالص على فكرة وانا كنت كده على فكرة عادي كده ما فيش موضوع يعني يعني الناس تغلط فيها وانا تمام وصاحب هي هي يعني بدي قابل حولي ابو صحابي نفس هي هي نفس النوعية واقول لا استدي بقى البنت دي غير بقى فلانة الفلانية خالص لا 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 دي جميلة دي كيوت وبعدين اخد حتة كتا جميل وما بتعلمش الحمد لله بتادي اتعلم طبع بتي نطلع ليه تقرير معنا معنا مين على التليفون مش عايزين يقولوا اسمهم ألو حضراك يا وصوزة ردوة ألو ألو أيوا بدون ذكرى اسماء يا فندم انا عايزة اشكر حضراك يا وصوزة ردوة واشكر البرنامج جزارة الداخلية وبالتحديد ما باحث الجيزة انكم سعتوني ان انا رجع عيالي التلاتة بعد تلات سنين ما شفتهمش وأبوهم كان واخدهم مني تلات سنين ما شفتش أولادي أنا عرفت انتي مين انتو رجعتولي حياتي بعدما كنت فقط الأمل شكرا لحضرتك ربنا يسعدك ربنا يسعدك ربنا يسعدك ربنا يسعدك ربنا يسعدك أشكرك جزيل الشكر وبنضم لصوتي لصوتك طبعا بشكر كل شخص ساعد في ده وزي ما هي قالت طبعا شكرا لوزارة الداخلية بس خليني وطبعا ربنا ما يحرم ولا أم من أولادها بس كويس إنه المداخلة دي حصلت عشان في كلمتين أنا عايز أقولهم سواء للمدام دي اللي أنا عرفتها يمين أو لشروق الاتراب معانا أو غيرهم إحنا كبرنامج أنا مش عايزة أخصيني أنا إحنا كبرنامج وكل العملية في البرنامج وإدارة السي بي سي حقيقة صراحة كل الهدف إن إحنا نساعد مش عايزين أي كردت أي يا جماعة سناقي أي لأ أنا عطلت الكردت لأ آه مش عايزين أي نوع من إنه أيوة استفادها إحنا مش عايزين نستفيد ومش عايزين نعمل بروباجاندا ومش عايزين نقول إنه إحنا بنعمل حاجة غيرنا ما بيعملهاش والعياذ بالله آه يمكن إحنا ربنا بيجعلنا سبب قدام الكاميرا أو من ورا الكاميرا إنه في ناس حياتها تبقى أحسن وهو ده هدف البرنامج أي إن كان المحتوى أي إن كان الموضوع واحدة بقى عيالها رجعوا لها بعد ثلاث سنين شروق اللي بناتها رجعوا لها شغل كرسات أي حاجة أنا مش عايزة أخص حاجة معينة لأن إحنا مش هنتمنظر بيها حالة شروق تحديدا لما إحنا طلعناها في البرنامج أنا عارفت الست اللي هي كلمتني للوقت والحقيقة إنه إحنا أو أنا رفضت إنه هي تطلع معنا وأي حالة تانية عارفتنا نعمل لها أي حاجة مش عايزة حتى أذكرها هي إيه رفضت إنها هتطلع معنا حالة شروق هي الحالة الوحيدة اللي إحنا قررنا إن هي تطلع معنا علشان حد يتعرف على أولادها من الجيران أو لو في حضانة أو لو في مدارس أو لو في أي حاجة فتعرف توصل لهم لكن عادة وعامة اللي بيحصل قدام الكاميرا شيء واللي بيحصل من الكاميرا ومن وراء الكاميرا ده شيء تاني خالص ليه؟ لأن إحنا ما بنتمنظرش أنا مش عايزة أطلع تمنظر ولا زماية على فكرة فريق الإعداد عايزين يتمنظره ولا الإدارة عايزة تتمنظر ولا حد فينا عايز يتقال إنه رضوة شيربيني عملت برنامج جاية وبس عمل قناة سي بي سي صفرة عملت إحنا ما بنعملش كده عشان نقول إن إحنا عملنا إحنا بنعملش كده عشان إحنا اللي بنقدر عليه أنا مش سوبرومن برضو أنا اللي بأقدر عليه وفريق العمل بتاعي بيقدر عليه والإدارة بتقدر عليه والله العظيم على قد ما نقدر بنعمله عشان ما بقاش أنا شايلة زنب إن أنا كان في إيدي حاجة ومعرفتش أعملها تنفيذ حاجة معينة معرفتش أعملها بنات أو ولاد أقدر رجعهم بس أنا أنا مش 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 قوية قوي كده أنا مش قوية قوي كده ومفيش ننفوذ يعني يعني الهالة اللي باينة حوالي دي دي مش صحيحة ده هو بس رباني سبحانه وتعالى بيسر أو بيخلينا سبب لكن الحقيقة بتقول إنه إحنا مش عايزيني الناس تسقف وتقول برافو يا رادوة شربيني عارفت ترجع دول لدول وده لدي وعارفت تجيب حق الست دي لإنه أنا يعني أنا بحس إن انت أختي أو إن انت بنتي ومش عارفة تجيبي حقك أو أنا مش عارفة أنا مش عارفة عبر أنا أول مرة أعطل مش عارفة عبر لكن إحنا عندنا حالات كتير قوي مش عايزة تكلم عليها بنحاول إحنا بنحاول وبنتفق إنها مش حتتعرض على الشاشة لإنه مش صح ومش مزبوط إنه إحنا نطلع نقول إن إحنا يا سلام قدرنا نقنع مش عارفين إنهم يعملوا مش عارف إيه ده مش صح ده مش صح لكن صدقيني كل اللي أنا هقدر أنا كشخص مواطن أعمله وإحنا كفريق برنامج وإحنا كإدارة نقدر نعمله والله العظيم هنعمله لأن البرنامج ده أصلا حقيقي والله العظيم هو معمول علشان يغدمك بس عشان تفتح التلفزيون تنبستي علشان تحس إن إنتي استفدتي لكن إن إحنا الناس فتح التلفزيون يا براوة ردوة يا شيربيني أنا مش حايز أبروفو يا ردوة يا شيربيني معي بقى مين على التلفون معي مونة مونة يا أنا يا مونة ألو أيوة يا مونة أيوة يا مونة أيوة يا مونة إزايك يا مونة أنا سمعيك يا روحي بصي أنا دلوقتي أنا ما سمعك مشكلة يعني إنتي حضرتك بتقولي الأخ والأخت كده 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 مزبوط إنتي معي أنا سمعيك بس إيك صوتك بيقطع سيننا يا مونة أنا عنح كبيرة في إخوتي وعندي 34 سنة وعندي 34 سنة وعندي 24 سنة وعندي 24 وعندي 24 وعشان برضا يجتمني ويهزقني وبرضا كبات عيسه واخده خطني وما فيش وانا والديتي يسا متوفية ومقدرش يتكلم ومقدرش يتكلم معي وقل له عيب ده غلط ده صح مونة حبيبك انت والديتك متوفية؟ يعني أنا عمش سامعك يا حميمي كويس أنا بعتذر انت أنا بالوقت لسه مجلسي متوفية رمضان اللي فائد الله يرحم طيب هو بقى بيدربك بيعمل ايه فاهميني هو بيعملك وحش بيتحكم فيك يعني هو بصي بياخرش في حياتي وأقولك ايه يعني متحشر في الحاجات مموش يعني ممكن أقوله مليكش انتدعه بس أنا مقدرش عشان بخولي برده وبحترمه وبسمع كلامه والدك فين يا مونة والدك فين؟ طيب حبيبي انت والدك فين؟ والدي بيبقاعد والدي بيبقاعد بيقدرش يتكلم معي يقولي أخوتي هو حس دي طريقته نعم مش عارفة والله عمل ايه وبسايته على قد ما بقدر أقوله طيب حاضر طيب فيه خالات فيه عمات فيه حد نعرف نستعين فيه خالة فيه عم نعرف نستعين بيها تتدخل نعم هو ما بيسمعش الحد هو ما بيسمعش الحد دي ما ده مرضه والله أنا آسفة يا مونة أنا مش حاضر أقولك سيبي البيت يعني أنا لجوزك أنا مش عارفة والله لجوزك انت متزوجة؟ إيه؟ انت متزوجة؟ أنا أنا متزوجة ومعي أربعة معي أتأخذ باني جنيه طب ما خلاص يا مونة محلولة تشوفيها على قد أنت بتكلمي على أخوكي ولا على جوزك؟ أنا أنا مش فاهمة أنتو كما حد في على أخوك الخط قطع طيب مونة مونة حبيبي الحل موجود طالما أنت متزوجة ده أنا كل ده فكري إن أنا مش حاضر أتجرأ وقولك سيبي البيت علشان ما يصحش علشان إحنا في مجتمع شرقي لكن طالما أنت متزوجة يبقى على الأد حبيبي على الأد سلمة بتقولي يا عايشين مع بعض لا امشي بقى حاولي تمشي يعني هو حلقة الوحيد إن انتي تمشي تشتغلي وجوزك يشتغل وتحاولوا تلاقوا بيت تاني تبعادي عن الهم ده جماعة ده يعني أقولكو إيه ده إرث تقريبا يعني ده مراسة إحنا ورسينه ما بقاش فيه إكسر للبنت ضلع يطلع لها 24 ما بيطلع لها 24 ضلع بيتكسر ضلعها وبتتوجع وبتتقلم ما بقاش فيه يقدرب أختك عشان إنت الراجل وهي البنت لأنه في رجالة كتير قوي بتقعد في البيت دلوقتي ما بتشتغلش والبنت هاي اللي بتنزل تشتغل ما بقاش فيه ربي أختك ما بقاش فيه المفروض إنه ما يبقاش فيه هنا المساواة هيا جماعة ده اللي إحنا بنطلوبه إنه يبقى فيه مساواة العدل زي ما بتخلي ولادكو ربه لكو زي ما بتربه بلادكو ربه بلادكو زي ما بتربي ولكو إنتي ترجع الساعة 9 وإنت كمان ترجع الساعة 9 إنتي تقومي تخسلي موعين وإن واخوك يقوم يخسل موعين إنتي تقومي تنشري مرة واخوك يقومي ينشر مرة زاكر لغتك وزاكري لاخوكي هات أكله وإنت جاي وإنتي قومي ببخي يعني مكت يلا نطلع دلوقتي لتقرير من دي مسابقة إحنا بنعملها بالتعاون مع نادا تلعق نادا نادا تعلب نادا تعلب بتعاون مع نادا تعلب كل 15-20 يوم بنفتح باب المسابقة علشان نختار واحدة بتروح تقعد في شي فاكس من 15-21 يوم مدربين وسباحة ورياضة ورجيم وأكله وشربه وتخسه وكل حاجة ده مجانا طبعا أو يعني نادا تعلب بتساهم معنا في هذا البرنامج من ساحب ما بتدينا من الموسم الأول بدأ نروح نشوف هذا التقرير ونرجع عليكم من هي وبس مفاجئة تانية من مفاجئات هي وبس سامر خزامي سامر خزامي طبعا من أشهر الميكوب آرتست الموجودين في الوطن العربي أو خبير ماكياش من أشهر وأكبر وانا لي النهاردة بقطع كده من أشهر خباراء الميكياش في الوطن العربي سامر كان منورنا تقييبا أعتقد سنة اللي فاتت سنة اللي فاتت وكان أول ظهور لي على الشاشات العربية في برنامج هي وبس وبالتالي بعد كده احنا ابتدينا نتابعه علشان نشوف الفيديوهات بتاعته لأنه دائما وأبدا بيسموها أوتسايد بوكس أو خارج السندوق بيعمل فيديوهات للميكياش 30 ثانية دي بس بتبقى رائعة سامر خزامي متعود أنه هو بيجي مصر كل سنة بيدي كورسات بيعلم الناس اللي لسه بتبتدي عايزة تتعلم ميكياش بتحط ميكياش سواء كان مهني أو شخصي أو حتى ساعات بيدي دورات تدريبية للناس اللي بتحط ميكياش اللي هي أصلا شغالين أولاد المهنة زي ما بيقولوا بالبالد سامر إن شاء الله حيبتدي الدورة التدريبية بتاعته في مصر يوم 15 اتنين 15 فبراير الحقيقة إنه الأماكن عنده بتكون محدودة جدا والحاجز دايماً بيبقى كومبليء وحاجة كده بنت لازينا طيب إحنا عملنا معايا ديل إنه إحنا حنيقد كورسين هدية منه لينا أو ليكو كسيدات أو بنات أي بنت ودي نصيحة مني يعني لو إنتي عايزة تمتهني لأنه قد إيه شاطر حقيقي لو إنتي عايزة تمتهني مهنة إنه أنا أكون خبيرة مكياش وحط مكياش ويبقى هو ده طريقي اللي أنا بختاره ليه قدمي فيه المسابقة دي لأنه هو حيخليك يا فيه خلال أيام قليلة جدا شطرة جدا وتعرفي تبتدي بسرعة جدا التقديمي هيبقى من خلال صفحتنا هي هي وبس على الفيسبوك هنحط البوست النهاردة ممكن نحطه النهاردة مرة ونحطه الأسبوع اللي جاي مرة تانية اللي عايزة تقدم تقدم من خلال الصفحة دي من خمستاشر اتنين أعتقد أنه الدورة التدربية دي هتخلص يوم عشرين أو واحد وعشرين اتنين مطلوب دلوقتي كان موجود اسم الصفحة مطلوب التفرغ الكامل لأنه أعتقد أنه كل يوم زي ما احنا سألناه عدد ساعات من سبع لثمن ساعات فبالتاني مش المطلوب خاص انتي كوني بتعاميه أي حاجة في الخمس ستة ايام دول إلا هذا الكورس أو الدورة التدربية دي طبعاً بشكر سامر خوزامي أنا متشكرة جداً 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 وحاولي بقى تقدمي على قد ما تقداني من خلال الصفحة دلوقتي كان فيه اختراع كده احنا اخترعنا المفروض انه احنا كنا عملناه من اسبوع كده أو من اسبوعين من اسبوعين وكان المفروض انه سيكون موجود معنا في كل حلقة كل حلقة وهكذا ولكن احنا لما صورنا أول مرة في الشارع لقينا انه كان فيه موضوع حلو قوي وفيه موضوع تاني البنات تقريباً كسف التكلم فيه فما كانش يطالح حلو قوي فغيرنا المواضيع وقولنا خلاص احنا كمان نطلع خارج الصندوق ونادر نتكلم مع البنات والستات في مواضيع يقدروا يجاوبوا عليها بمنتهى القوة هنروح دلوقتي لأحدى الفقرات الجديدة ببرنامج هي ونرجع عليكم على طول وارجع لكم تاني بعد الفاصل مشاهدتنا مع الشايماء الكاشف صح؟ الشايماء الشايماء طيب اتيم الناس بتقولك اسمك ايه بتقولهم الشايماء لا في الاوراية الرسمية لازم طبعاً بس لا في العادي بيقولوا شايماء شايماء بسبنزل مزبوط كده؟ بالزبط كده اه ماماز اولد كاوتش طيب قبل ما هنتكلم عن كل حاجة وليلي تحبي عمتة يعني الراجل اللي مقالت عيسة ما نكوزي لها يا اختي ولا ماتحبوش والله ما بحبش رجالة اختي لا دا ولا دا يعني يعني اه ساري نفسك لامونة اه يعني اللي عنده خبرة يبقى الطف اللي عنده خبرة ليه بقى؟ ليه بتحبوهم عندهم خبرة؟ اه عشان التجربة الاولى دي ما بتبقاش دايما هي الاختيار الصح بالنسبة له هو هتبقى فهيبقى عايزي تجرب تاني وتالت فاليه بقى؟ ليه الغلب ده؟ طب ايتي حارفة بقى ان فيه نظرية يا شوشو بتقولك الراجل من كتر خبراته بيتعلم ازاي يسابق يقخون ليخون ؟ بصك انا عندي نظرية ان كل الرجالة أحدش فيهم يعني يماشي على الصراط المستقيم الله stumble اه بش اهم حاجة ان احنا من نبقاش عارفين يعني فهو لو كده أنا واضح عشان يعني الحياة تمشي يعني هو دلوقع هو حيلعب بديلو حيلعب بديلو يعني الفكرة بقى مش عايزة عارف لو ناوي تلعب أنا مش عايزة عارف يعني هو بيخول بس إنتي ما تعرفيش يعني يحبزها لو لا يعني بس لو آي بقى معرفش لاح نتكلم في لوب لا لا ما عايز حلقة الوحد لانيتي 13 الدنيا خالص طيب احنا شايفين انه ملابس البيت دي من أهم الحاجات اللي بتاقصت في حياتنا بالزبط بعدين بقى ونايمين وساعات نستقبل صحابنا واحنا بالملابس دي وتحررنا تدفينا يعني دي مهمة جدا طب احنا معنا ست أسايم من أستاذة أرش هيمين بعد الفصل هرفتح التاليفونات وحنايخد الست هدية والربعة ولكن جات لك بقى منين الفكرة دي هقول لك أنا لما بسافر كل ماجي يعني أشتري حاجات لازم ألاقي حاجة made in Egypt مكتوب عليها 100% Egyptian cotton صنعة في مصر صنعة في مصر ومية في المية قطن مصري وتمن مش قليل أبدا يعني تنافس الحاجات اللي جنبها التركي والصيني وروعة في الفنش وروعة في التأفيل بتاعها والطريقة البيع والعرض فأنا فكرت إن إحنا ليه إحنا اللي بنصنع الحاجات دي ما عندناش إحنا هنا الكلام ده أصلا يعني عندك حاجتيني إما تلاقي منتج مصري والترند اللي طالعنا عشان أنا منتج مصري وحلو وبطارجت ناس معينة فلازم أبقى سعري غالي عشان الناس معينة دي تلبس من عندي أو منتج رديق وسعره عادي فأنا فكرت إن أنا عايزة أعمل حاجة فيها القطن المصري دي ويكون فيها سعر كويس شكل الجودة بتاعتها عالية جدا طريقة التقديم بتاعتها أو العرض بتاعتها مبهجة يعني أنت حتشوفي الحاجة أنت وانت شارية الحاجة أنت تحسن أنت جايبة هدية لنفسك هي ملفوفة بطريقة إنها كناها هدية فأنا ده اللي عجبني اللي كان عجبني في الفكرة يعني وإن السعر بتاعها يبقى مناسب لكل الناس أنا مش عايزة إن أنا ناس معينة تلبس من حاجتي ليه؟ ما كل الناس تلبس من حاجتي يعني ليه إن المصري يبقى غالي والصيني وتركي هو اللي أنا قدر أشتريه لأ أنا عايزة كل الناس تلبس من عندي بروفو عليك فمن هنا جاءت لك الفكرة دي بالضبط أثناء ما نسي كنتي بتقومي بجولتي طيب إحنا حنقف لحدة هنا الشايماء لو سمعتني تذبتي معي حنت لفصل دلوقتي وحنقف نكامل مشاهدة يا غزة تقليكم معنا تابونا وما زلنا معكم وحنفتح التلفونات ولكن بعد الفصل